يا مساء الخير ويا أهلاً وسهلاً بكل أهلوية اللي بيتدام معنا حلقة النهاردة من السادسة كل التحية لحضراتكم يعني خلينا نقول أنه تلاحهم المواسم كان يعني فيه سلبيات كتير جداً لكن يمكن الواحد اكتشف أنه الإجابية الوحيدة أنه الأهلي ما كانوا بيوحسنا بالشكل ده وأنا عارف طبعاً أنه فيه رغبة كبيرة من متابعة الأهلي حتى لو كانت قولة مباريات وقل ودية لكن طبعاً زي ما اتفق الجهازين الفنيين سواء للأهلي أو بيترو جيت كانوا بيفضلوا أن المباراة دي أنها تكون غير مزاعة وعلى كل أحوال طبعاً المباراة انتهت يمكن في الدقيقة الأخيرة دي بفوز النادي الأهلي بفوز عريض الحقيقة بنتيجة 5-1 هنتكلم على اللي جاي هنتكلم طبعاً عندنا مطشين متبقيين في المشوار للسعداد لمواجهة للتحدي المنستيري مباراة أو بداية قوية جداً مش سهلة على الإطلاق حقيقة أحد من السيري عمل موسم أكتر من رائع السيزن الفات وقدر أن هو لغاية آخر لحظة يمكن كان بينافس الترجي على لقب بطولة الدوري التونسي ولكن تتخيل طبعاً فريق بيلعب مع الصفاقسي ومع النجم السحالي ومع الإفريقي وبينافس لغاية آخر لحظة على لقب البطولة أكيد طبعاً فريق عنده سكواد محترم وعنده من الكفاءة أنه يظهر بشكل كواس جداً وخصوصاً طبعاً أنه بيواجه الأهلي المصري زعيم القارة الأفريقية مباراة هتكون صعبة بكل المقاييس لكن أعتقد أنه المقدمات والوقت اللي بيشتغل فيه مستر كولر مع النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله نوصل نحنا نكون جاهزين ونكون في فورمة عالية ونقدر إن شاء الله نتخطى الدور التمهيدي ونوصل لدور المجموعات والدنيا تسخن ونتابع الأهلي بشكله الجديد خليني بقى أفكركم بفليسيبيرتو سباستياو أمران طبعاً الناس لما أقول اسمه هو واحد من اللعيبة اللي ما تتنسيش أبداً من تاريخ النادي الأهلي لكن طول ما أنا بتكلم أو بقول اسمه الحقيقي ناس كتير أنا متأكد أنها ما تعرفوش لكن الكلام على واحد من أمهر وأهم اللعيبة اللي جات في تاريخ النادي الأهلي محترفين أجانب أقصد أعتقد مشوار طويل جداً وناجح جداً وبصمات كتير اتحققت مع جيل من أفضل الأجيال اللي لبست تيشرت النادي الأهلي كلام طبعاً على جيل بيرتو الأنجولي الدولي اللي عاش معانا سنين طويلة جداً وتحس أنه لغاية النهاردة ما زال اسمه مرتبط بالنادي الأهلي جيل بيرتو النهاردة بيحتفل بعيد ميلاده الأربعين عشان كده فكرنا نبتدي السادسة ونقوله كل سنة وانت طيب أكيد ما تقدرش تنسى أبداً والحقيقة يمكن عملة ندرة أنك تلاقي لعب عنده القدرات الهجومية بنفس المستوى مع القدرات أو يتتساوى في المستوى مع القدرات الدفاعية لعيب مهارته عالية جداً لعيب عنده السرعة عنده الخفة عنده الرشاقة عنده القوة كان واحد الحقيقة من أهم اللعبين المحترفين الأجانب اللي جون مصر عموماً ولعبوا مع النادي الأهلي خصوصاً وانا يمكن بفتكر وأنا بشوف اللقطات دي مجموعة من اللقطات لجيل بيرتو اللي قدمناها لحضراتكم في فقرة الحريف السادسة حقيقة يمكن نتمنى دايماً الكواليتي دايماً تبقى موجودة عندنا في النادي الأهلي وانراهن عليها إن شاء الله في السيزن اللي جاي وهنا عارف طبعاً برونو سافيو تحت المنزار من دلوقتي الناس يمكن واحدة من أهم الصفقات اللي الجماهير مستنية تشوفها مع النادي الأهلي في الموسم الجديد ونتمنى إن شاء الله بإذن الله أنها تكون صفقة مفيدة وتكون ورقة تملك الحلول وتصنع الفرق خليني أسأل حضراتكم بما أنه مش بس للأهلي اللي بيلعب كمان مطشات ودية وبيستعد للموسم لكن كمان عندنا المتخب هيلعب مطشين في منطقة الأهمية مع النايجر ومع ليبيريا والبداية هتكون يوم 23 خلينا نسأل حضراتكم ونتكلم شيئاً معاكم على منتخب مصر الوطني سؤالنا على صفحاتنا على السوشال ميديا إيه هي توقعاتك لشكل المنتخب في أول ظهور رسمي ليه تحت قيادة روي فيتوري هنتابع إجاباتكم وهنقش ذا طبعاً مع نجم حلقتنا النهاردة الكابتن محمد حشيش خلينا ندخل في الموضوع ونبدأ بأهم الأخبار والعنوين كولر يناقش الميكاري في برنامج التحضير لمباراة الاتحاد المنستيري جهاز الأهلي يبدأ توزيع الأحمال بناء على نتائج القياسات البدنية للعديد ومجلس إدارة اتحاد الكرة يزور تدريبات منتخب مصر وعلام يجتمع بفيتوريا روي فيتوريا يطلب تسجيلاً لمباراتي النيجر أمام أغاندا وتنزانيا قبل مواجهة الجمعة ومحمد صلاح ضمن قائمة أعلى عشر لعبين في قيمة تسويقية في الدوري الإنجليزي ندخل مع حضراتكم في تفاصيل أخبارنا النهاردة وخاني يبتدي من الأهلي وتحديداً مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اللي بدأ يفتح ملف المواجهة الرسمية الأولى للنادي الأهلي مع اتحاد المنستيري التونسي وزي ما قلت لحضراتكم اتحاد المنستيري فرقة محترمة جداً يعني للي ما يعرفش تتذكروا مواجهة الأهلي لفريق وفاق الصيف في بطولة دوري الأبطال الأفريقية في السنة اللي فاتت المدير الفني اللي كان بيقود وفاق الصيف في البطولة دي هو حالياً المدير الفني لفريق التحاد المنستيري داركو نوفيتش فبالنسبة للمدير الفني الأهلي مش جديد عليه يعني هو بالفعل واجه الأهلي في النسخة الأخيرة من دوري الأبطال بالنسبة لنا احنا في مصر عموماً يعني اتحاد المنستيري فريق مش معروف قوي يعني لما نتكلم عن الكرة في تونس طبيعي جداً تقول الترجي طبيعي جداً أنك انت تقول أنك بالسحالي تقول الأفريقي التونسي تقول الصفاقسي يعني دي الفرق اللي احنا متعودين على مواجهتها دائماً فيه بطولات أفريقي أول فرقة كبيرة اللي معروفها في تونس لكن اتحاد المنستيري بالنسبة لنا إلى حد كبير مش معروف قوي لكن في النهاية زي بقول لكم فريق يملك سكواد محترم جدا عمل بفنش موسم اللي فات ولا أروع وكان بينافس الترجي لآخر لحظة من عمر البطولة على لقب البطولة الدوري البطولة هناك عندهم نظام مجموعات هو جاء في مجموعته الثاني وراء الإفريقي وبعد كده لما تأهل قدر أنه يجي في المركز الثاني برضو وراء الترجي أعتقد بفرق نقطتين ترجي حسم الجولة الأخيرة من المنافسة بـ 24 نقطة اتحاد من السيلي كانت 22 نقطة فنحن نتكلم على فريق قوي وانتو عارفين الكرة في تونس الحقيقة مدرسة تونسية عموما وبالذات لما بيشاركوا في البطولات الأفريقية لا بشمال أفريقيا عموما يعني حيكل الفرق اللي جاي من المغرب أو من الجزائر أو من تونس عندها الشخصية وعندها الطموح وعندها الرغبة في أنها تعمل حاجة في بطولات أفريقيا فبالتالي مواجهة هتكون قوية ده ما فيش شك فيه عشان كده يمكن مستر مارسيل كولر قعد مع يسيل ميكاري محل الأداء وابتدوا يحضروا وابتدوا يفتحوا ملف الخاص بمواجهة التحاد المنستيري للي ما يعرفش أنا قلت مبارح المباراة إن شاء الله تحدد ليها المباراة الزهاب هتكون في تونس تحدد ديها يوم 8 أكتوبر هتتلعب الساعة 4 بتوقيتنا هنا في القاهرة ويسيل ميكاري الحقيقة قدم لمستر كولر آخر خمس مباريات خضها التحاد المنستيري بما فيهم طبعا مباراة الدور التمهيدي الدور الـ 64 في بطولة دوري الأبطال اللي قابل فيها الجيش الواندي تغلب بره واحد ورجع كسب 3 على أرضه وبالتالي تأهل لمواجهة النادي الأهلي كل الأرقام أهم اللاعبين كل الإحصائيات المرتبطة باتحاد المنستيري تقدمت لمستر مارسيل كولر عشان يبتدي يشتغل عليها ومن دلوقتي بدأ مستر كولر أنه هو يحفظ أو يطبق مع اللعيبة بعض الجمل الفنية السعدادة لمواجهة الاتحاد المنستيري طيب خليني أقول لكم قصة الأحمال البدنية أنتوا عارفين طبعا ومتابعين أنه الأهلي في بداية الموسم ده عمل قياسات بدنية للعبته ونتاج القياسات دي ظهرت وبالتالي بدأ الجهاز الفني أنه يوزع الأحمال الخاصة بالأحمال التدريبية على اللاعبين كل على حد والراجل حقيقة تقدر تقول كده أنه هو بيشتغل مع السكوات ككل مع التيم ككل كأي مدير فني وبيشتغل كمان بشكل منفرد وبيتكلم وبيقف يتكلم مع كل اللاعب مش بيتكلم في الكرة بس بيكلم في الكرة وبره الكرة يعني رأيتي الشخصية أنه الراجل عايز يقرب قوي من اللاعب وده حاجة كويسة جدا على فكرة وأعتقد أنه من الناحية المعنوية مهم جدا يبقى في حالة التواصل والاتصال المستمرة بين أي مدير فني ولعبته الباند دي أو الرابطة دي حلقة الاتصال المستمرة دي بتخلي اللاعب حتى لو بيمر بظروف صعبة أو حتى لو ما بيشاركش باستمرار عارف أنه موجود في الباكجراوند عند الموديل الفني وعارف الموديل الفني مهتم بي وعايز يبقى جاهز في أي لحظة يحتاجه فيها وبالتأكيد أنا راهاني السنة دي على القايمة كلها تتطفق تختلف مع بعض الأسماء ممكن تشوف لعيبة بعيدة عن مستواها ممكن تشوف لعيبة ما يكونش ديها دور كبير لا أنا بشوف أنه السنة دي الأوراق الأهلي كلنا عدناهم مع بعض يعني اللي بتابع السادسة إحنا عدنا برح 3 فرق الأهلي عنده سكواد تقريبا تقريبا 3 فرق عندك فرقتين كاملين والاتنين تقدر تنافس أو تراهن بيهم في أي منافسة تاخدها دوري أبطال أو بطولات محلية ومعاهم كمان قايمة احتياطي على أعلى مستوى على أعلى مستوى بالتالي الحماس الرغبة في المشاركة المنافسة في كل مركز أعتقد هتكون حاجات إيجابية جدا جدا الموسم ده حط عليها طبعا الجزء الخاص بفترة الإعداد والجزء الخاص بالرحة السلبية والجزء الخاص بالمدير الفني الجديد والجهاز الفني الجديد والجزء الخاص بالصفقات التي لم تنتهي بعد ما زلنا بنأكد أهلي عينوا على صفقات أو يعني رغبة في إبرام صفقات ما زالت قائمة ومستمرة الأهم أنه يكون يمثل الإضافة الكواليتي اللي بيدور عليها الأهلي وتتناسب مع رؤية مستر مارسيل كولر اللي بالتأكيد طبعا هيكله سي في الصفقة دي فعشان كده هما شغالين دلوقتي أهيبتدوا يحضروا دلوقتي البرنامج الخاص بكل لعب القياسات دي مهمة جدا الليها بتعرفك إمكانيات كل لعب بدنيا إيه في الملعب فرصة لقدر الله تعرضه لإصابة ممكن تبقى إيه وبالتالي تديره الأحمال اللي تتناسب مع حالته أو لو كان راجع من إصابة إيه الأحمال برضو اللي تقدر تتعامل بيه معاها بيها معاه عشان يرجع يكون فتو يكون واقف على رجله على مدار الموسم أعتقد أنها خطوة مهمة جدا وتفرق معنا بشكل كبير جدا قياسا بالموسم اللي جاي وحجم المنافسات اللي هنشارك فيها وإن شاء الله بإذن الله نتلافى تماما بقى فكرة الإصابات المتكررة والمتعددة ونتلافى كمان ونتفادى فكرة الإجهاد اللي أثر في وقت طويل حقيقة على مجموعة كبيرة من اللعبين يمكن زي ما قلتلكم الراجل كمان بيتكلم الحقيقة في تفاصيل كتيرة جدا مع كل واحد بشكل منفرد اتكلم كمان مع الصفقات الجديدة طبعا أي لعيب بيجي البستيشرت النادي الأهلي سواء كنتم أتكلم أنه جاي من مصر إلى حد ما بيبقى فيه رحبة الظهور الأول إلى حد ما بيبقى فيه عبء فيه تقل أنه يظهر بتيشرت الفانيلا الحمراء قدام الملايين وبالذات أنه الملايين دي تبقى مستنية وممكن جدا أنت مستعجلة في الحكم دقي إلى حد ما بيوتر وبشد الأعصاب وممكن يأثر على المستوى الراجل حاول يقرب لهم الدنيا ويبسط الدنيا بشكل كبير جدا أعتقد أن برونو سافيو ممكن عشان جاي من بره عنده الخبرة احترف لعب البرازيل ولعب بره البرازيل ولعيب برازيلي مش هيبقى عنده حتة الخبضة دي قوي لكن الراجل حقيقة عموما بيتكلم بشكل كبير مع كل اللعيبة بشكل يعني منفرد طيب منتخب مصر هيظهر بعد طول غياب وبعد مرحلة الحقيقة من نسميها نسميها عدم استقرار يعني أنا بشوف أنه حتى مع كارلس كيروش والراجل كان يعني بيحاول يوصل بين ركاس العالم ما كناش راضيين عن الأداء كناش راضيين عن شكل المنتخب بالتأكيد ما كناش راضيين لا عن خسارة اللقب ولا عن عدم الوصول لكاس العالم لكن الحقيقة كانت فترة برضو إلى حد كبير جدا متوترة وكان كيروش بيتهاجم كتير جدا وأنا الحقيقة كنت من الناس في أوقات كتير هجمته وفي أوقات لما كان بيقدم بشكل مختلف وخصوصا في الأدوار النهائية الدولية أشدت به وقلت لا فيه تطور حصل فيه لعيبة كانت أضافة عين كيروش نجحت في اختيارهم لقائمة المنتخب ونكحف ده منهم عبد المنعم منهم عمر كمال عبد الواحد وغيرهم من الأسماء لكن جات فترة إيهاب جاء هي مش فترة الحقيقة هو إيهاب جلال جي كده في غمضة عين ومشي في غمضة عين هزمته في مباراة دية قدام كوريا طبعا عجلت هو أنا أعتقد أنه القرار طبعا كان متاخد من قبل ماتش كوريا لكن في النهاية الخسارة قدام كوريا بنتيجة تقيلة عجلت مع أنه الراجل ما كانش مسؤول عنها لا من قرائب ولا من بعيد لكن طبعا مش ده مش ده الكيس أو مش ده اللي هيحصل مع روي فيتوريا روي فيتوريا هي لعب النيجر وهي لعب ليبيريا في شهر تسعة وأعتقد فيه مباراتين والديتين تم الاتفاق عليهم أو سيتم الاتفاق عليهم منهم على ما أعتقد واحدة مع بلجيكا في القريب العجل لكن هل تأثر نتاج دي على روي فيتوريا ومستقبله مع المنتخب ما أعتقدش اللي يمكن أصار ردة فعلة قبل المباراتين هي بعض التصريحات اللي اتقالت على لسان روي فيتوريا واللي اتكلم فيها أنه لا يعد بالوصول لكيس العالم ولا يعد بالحصول على لقب ده بطولة أمم أفريقيا وأنا الحقيقة معاه في فكرة يعني لا فيش مدير فني عائل ممكن يراهن على فكرة تحقيق لقب ممكن أوعدك أن أنا نافس على لقب زي بطولة أمم أفريقيا لكن في كل المنتخبات اللي رايحة لو فيه مدير فني وعد للتحاد والجمهور بتاعه أنه رايح يجيب اللقب ويجي ده يبقى فيه منتقى السزاجة لأنه الكرة ملهاش كبير لكن فكرة التقاهل لكاس العالم لا نختلف بقى هنا يعني أنا أعتقد أنه الهدف الرئيسي وبصرف النظر عن اسم روي فيتوريا الهدف الرئيسي لجمهور الكرة في مصر أنه كاس العالم 26 يبقى موجودين دي حاجة ما فيه الشزاء والناس لما أعلنت التعاقد مع روي فيتوريا كلمت في النقطة دي وقيت لك إحنا مش هنستعجل على الراجل وهندعمه بكل الإمكانيات المتاحة وكل طلباته مجابة والهدف اللي تعين على أساسه بتعاقد هيستمر لمدة أربع سنوات هو الوصول لكاس العالم فلما الراجل ييجي من أولها من قبل ما يخد أول لقاء يقول للناس أنا ما بوعدش أنه نوصل لكاس العالم لا هنا فيه مشكلة كبيرة جدا وعلى الناس المسؤولة أنها توضح لنا هل وإحنا بنتفق معه هو مدير فن كواس جدا والمسفي بتاعه محترم جدا وأنا الحقيقة أراهن عليه بشكل كبير هل الأهم بالنسبة لنا بصرف النظر عن تصريحات دي اللي وصلت الوسالة عليهم صحيحة أو غير صحيحة وفيه بعض المسؤولين نفو التصريحات دي لكن أنا اللي يهمني المسؤولين في اتحاد الكورة لما يتفقوا مع روي فيتوريا هل فيه بنود الاتفاق أو بنود التعاقد تم الاتفاق على أنه هدف أساسي لقيادته لمنتخب الوطني الوصول لكاس العالم ولا دي حاجة تم الاتفاق عليها شفاهيا هل ده بند واضح وصريح ولا شيء مش مذكور أو ما فيش اتفاق رسمي بين وي فيتوريا المدير الفني وبين المسؤولين في اتحاد الكورة على قصة هدف الوصول لكاس العالم أتمنى أنه يكون لها توضيح على كل أحوال مجلس إدارة أنتم عارفين طبعا المنتخب عمل معسكر عمل معسكر على فترتين فترة أولى أو فترة تانية فترة تانية تم استبعاد بعض اللاعبين وتم دخول المحترفين اللي بيعابوا برا مصر معسكر بيقام في برج العرب واتحاد الكورة الحقيقة يمكن أو مجلس إدارة اتحاد الكورة بلأس الجمال العالم زاروا معسكر المنتخب في برج العرب في اسكندرية عشان يتطمنوا على ترتيبات ما قبل المباراة وجهزية المنتخب كل المحترفين انضموا محمد صلاح انضم عشان كان فيه كلام على صلاح المباراة الأولى هتتلعب يوم 23 مع النيجر والمباراة التانية هيكون بعدها باربعة أيام تحديدا سبعة وعشرين في مواجهة ليبيريا واعتقد أنه التجربتين في بداية المشوار يعني تجربتين مش تجارب قوية ما أدعش أقول تجارب قوية لكن خلينا نشوف يعني عايزين نشوف الراجل وشغله وبصمته مع المنتخب في ظل طبعا وجود كمان اللاعبة المحترفة وخصوصا في ظل كمان وجود صلاح ويمكن علام يعني كان ليه جلسة ودية كده جماعته برويه فيتوريا المدير الفني للمنتخب ويمكن كان فيه عدد من المسؤولين كمان من الاتحاد يمكن اللواء محمد حلمي مشهور عامر حسين ثنائي مجلس إدارة الاتحاد كانوا موجودين فيه الجلسة وأكدوا طبعا على أنه الجهاز الفني ومسر رويه فيتوريا بيحظوا بالدعم والمساندة الكاملة من المجلس الحالي وفيه إصرار على أنه كل رؤية الجهاز الفني وكل متطلبات واحتياجاته الاتحاد هيساعده على أنه يحق أهاله عشان يعني يقدر ينجح في مشواره مع المنتخب وزي ما قلت لكم نجم المنتخبات اللي يلعبها هو طلب من الجهاز المعاون ليه أنه يجبوا له ماتيريال أو ماتشاط المنتخب النيجر اللي لعب فيها قدام أغاندا وتنزانيا في تصفيات كأمم أفريقيا عشان يقدر يعني يدرس أو يبقى عنده فكرة كويسة عن المنتخب قبل ما يواجه إن شاء الله يوم الجمعة اللي جايه هو منتخب النيجر الحقيقي يمكن يعني بدأ مشواره في التصفيات مع أغاندا وأغاندا الحقيقة من المنتخبات اللي اتطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وتعادل معها تعادل في المباراة دي واحد واحد بهذا يعني كل فريق سجل هدف في المباراة فيعني يقدر يقولك أنه منتخب النيجر برضو مش منتخب سهل أو مش منتخب يعني هتكون مواجهة سهلة أو نزهة لروي فيتوريا لكنه في النهاية برضو مش قوة عزمة وجاء لك على أرضك ومعاك لعيبتك بشكل كامل وأغلب اللعيبة يمكن وصل فرمة كويسة بما أنه هم بدأوا موسم أو يعني لا مش بدأوا دول يعتبروا تقريبا في ربع الموسم أنا بكلم طبعا العيبة اللي بتلعب في برا مصر وبالتالي إن شاء الله تكون تجربة مفيدة الأهم طبعا لروي فيتوريا لأنها هتكون انطلقت القيرة بتاعت المنتخب النهائية اللي اختارها روي فيتوريا فيها محمد شناوي أحمد شناوي محمد صبح حراسة مرمى معهم كريم فؤاد عمر جابر علي جابر أحمد حجازي حمد عبد المنعم أسامة جلال الوينش محمد حمدي وأحمد فتوح في خط النص معاهم حمدي فتحي طارق حمد أيمن أشرف محمود حمدة إسلام عيسى أحمد سيد زيزو محمد إبراهيم وأمام عشور وفي الهجوم معاهم محمد صلاح وعبد الرحمن مجدي وأحمد حسن كوكا مروان حمدي مصطفى محمد وعمر مرموش ونجمة المتقلق في تركيا طبعا نجمة ربازون سبور تريزيجي ومعهم طبعا أبو صلاح نتمنى إن شاء الله يكون تجربة موفقة هنتكلم على تجربة المنتخب بالنهاردة مع نجمنا محمد حشيش نجمنا العشراف طبعا في السادسة خليني بس أختم أخبارنا بمحمد صلاح محمد صلاح بحقيقة يمكن الموسم ده فيه كلام كتير جدا عليه كلام بقى مرتبط بقدرته على التهديف كلام مرتبط بالمنافسة مع إيرلينج هالند كلام مرتبط بتراجع مستوى ليفر بول كل ده مسمع الحقيقة في شنطة صلاح في الآخر لكن الحقيقة يمكن هو تواجد مؤخرا في المركز الرابع في قائمة أغلى اللعبين أو أعلى اللعبين في الدور الإنجليزي على صعيد القيمة التسويقية خلال الموسم 22-23 والقيمة التسويقية حاليا لصلاح وصلت لـ 90 مليون يورو متساوي فيه النفس القيمة دي مع فيل فادن طبعا واحد من نجوم الدول الإنجليزي ونجوم الـ City ولاعب توتنام هاري كين ولكن هم بيحتلوا مركز الثاني والتالب بسبب أن هم أصغر سنا من محمد صلاح اللي عنده 30 سنة أعتقد فيل فادن 21 في بداية العشرينات وهاري كين أعتقد وصل 28 أو 29 سنة القيمة بيتصدرها حاليا نجم الـ City طبعا المكسر الدانية في البريمير ليج إيرلينج هالند واللوصلت قيمته التسويقية لـ 150 مليون يورو وده طبيعي جدا وقليل جدا مقارنة بأرقام يمكن قريبة من الرقم ده وتدفعت في العيبة ما عندهاش نفس المردود اللي بيحققه هالند مع المان سيتي طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل معنا مجموعة من الأخبار العالمية كده أرجع لكم بيها في السادسة بس بعد الفاصل الحقيقة الإنفو جراف ده لفت نظر النقطة مهمة جدا يعني كنت هترح جزء منها في حلقة إمبارح بما أنه كان معنا خلد عمار وفاروح وصاموكا بنكلم عن الكرة العالمية والمركات والانتقالات والصراع بين الأندية نقطتين النقطة الأولى مهمة جدا وده مرتبط بمركاته الأهلي السنة دي النقطة الأولى هي التقييم الحقيقي لأسعار اللاعبين يعني إزاي تقدر تقول أنه لما عاوز صفقة أو عاوز أنتدب أو اشتري لعب عشان يلعب معايا أعمل القيمة الحقيقية لللاعب ده لأنه الأسف الشديد جدا حالة الصراع في وقت من الوقت حالة الصراع اللي بتحصل بين الأندية محليا حتى يعني بكلم على كيس عندنا هنا في مصر بكلم على السوق عندنا سوق الانتقالات عندنا هنا في مصر لما تبص لللي حصل في السنوات الأخيرة ولما تبص لقيمة الصفقات أو قيمة أو حجم الأرقام اللي بقى يطلب في لعيبة كويسة مش بقلل منهم لكن في النهاية لعيبة محلية يعني أفهم كويس قوي أنه لما ندي يطلب مثلا في صفقة 2 مليون دولار مثلا يعني يعني 40 مليون جنيه مثلا يعني ده معناه أنه اللاعب ده لو احترف برة هجيب 2 مليون دولار طب والسؤال هنا ليه لعبتنا مدام بتاخدوا الأرقام الكبيرة دي ما بيجلهاش عقود احتراف من برة الأهم لما أقول لك أنه ودي معلومة يعني دي مش وجهة نظر ما أقول لك أنه اللاعب في الدول الإيطالية أو اللي بيشجع على ميلا يعرف مثلا أنه خلد عامر كان بيكلمنا على لياو مصر وأنه لياو ده من وجهة نظره أهم لعب في إيسي ميلا نحكي مع إيسي ميلا تاني أكتر الأندية في العالم تتويجا ببطولة أو في أوروبا تتويجا بالشامبيونز ليج بعد ريال مادريد وواحد من أكبر أنديت إيطاليا وحامل لقب الدوري الإيطالي أما أكلمك على واحد بلاش يبقى أهم لعب واحد من أهم اللاعبين السكواد وقولك أن الياو ده بيتقاضى سنويا مرتب سنوي أقل من عدد كبير جدا من اللاعب عندنا في مصر يقولك أنه لعب زي كيرتس جونز مثلا لعب ليفر بول ليفر بول اللي وصل نهاي دوري أبطال وكان بينفس على البريمير ليج ليفر بول يا جماعة كان يتقاضى مرتب سنوي أقل بكتير جدا اجتخال كواليتي اللاعب عامل ازاي مستوى الخبرة عامل ازاي مستوى المنافسة في بطولة زي البريمير ليج والشامبينز ليج عامل ازاي بيتقاضى مرتب سنوي أقل بكتير بكتير مش برقم قليل من عدد كبير جداً باللعيبة اللي بتلعب في مصر إزاي؟ يعني فيه علامات استفهام كبيرة جداً مرتبطة بفكرة مطالبات الأندية ووجهت نظري أنه حالة الصراع اللي وسطت لأشدها يعني فيه فترة من الفترات بين الأندية الكبيرة على شراء اللاعبين ودخول كل نادي في صفقة النادي المنافس حتى لو ما كانش عنده الرغبة في أنه يشتريها بجد يعني هو مش عايز اللعيب ده هو داخل عشان يرهق ميزانية النادي المنافس أو يخليه بدل ما يخلص الصفقة بعشرة مليون يخلصها بخمستاشر أو يخلصها بعشرين فبالتالي يوجع النادي المنافس حالة الصراع دي اللي حصلت ومع دخول قوة جديدة فيه قوة شرائية جديدة بره القوة التقليدية زادت ووسعت حالة الصراع دي وبالتالي بقت الأرقام الحقيقة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية اللاعبين وزاد بشكل كبير جداً الأسعار اللي موجودة في مصر بشكل يتنافى أو لا يتناسب مع القيمة أو المردود لصناعة وبيزنس كورت القدم في مصر وده اللي الأهل يمكن أدركه بشكل كبير جداً السندي وهو بيبرم صفقاته في السوق المحلي وده أعتقد مع موسم أو اتنين كمان بنفس المنهج حيرجع الأسعار أو مستوى الأسعار لشكلها الطبيعي ده اللي لفت نظري في الصفقات ده ما يمنعش أنه فيها اندية كبيرة جداً على مستوى العالم عندها انفاق غير طبيعي وبيشتروا صفقات بأعلى بكتير جداً وده اللي هنكشفه مع حضراتكم في حلقة الأربع الجاية في السادسة بالورقة وبالألم وبالأرقام بيصرفوا في صفقات أعلى بكتير جداً من قيمتها الحقيقية وده بقى ليه علاقة بشغل الوكلة بحالة الصراع اللي كلمتها حضراتكم يعني خليني أقولكم مثلاً سكرينيار مدافع الإنتر بي أش جي عايز يشتريه هو فضله في عقده سنة واحدة مع الإنتر مدافع سلوفاكي دولي بيلعب مع الإنتر وعقده يخرص في يونيو اللي جاي وبالتالي البي أش جي كان عايز يشتريه فعرض أو يعني أقدم أكتر من عرض لغاية لما وصل أعلى عرض فيهم لستين مليون يورو وشان يشتري سكرينيار من الإنتر لكن الإنتر طمع قال لك لأ أنا عايز يعني إحنا هنبيع سكرينيار بجت بين سبعين وتمانين مليون يورو اللي حصل من بي أجي دخلوا على سكرينيار مباشرة قالوا له أنت معنا السنة الجاي ما تجددش عقدك مع الإنتر إدارة الإنتر بتحاول تجدد مع سكرينيار وهو حتى اللحظة رفت فكرة التجديد عشان ينتقل في صفقة انتقال حر لنادي بي أجي بداية من موسم الجاي فخد بالك وخصوصا كمان أنه لما دخلت فكرة سندية الاستثمار ودخل فكرة رجال الأعمال الكبار كما هنا بقى برا في العالم هنا في مصر لسه القصة دي ما حصلتش شوفناه شركة استثمارية دخلت تشتري مثلا أو يعني مش هقول شركة بس يعني ابتدى شوية الموضوع الاستثمار في رياضة في مصر لكن أقصد أقول سندية الاستثمار بتخش تحط بودجت عشر سنين قدام وتتعاقد مع مدنين فنيين على أعلى مستوى تجيب صفقات على أعلى مستوى شوفنا قصص نجاح كبيرة جدا إبراموفيتش لما كان موجود في تشالسي حقق معهم ألقاب وعمل نقلة نوعية سواء في كواليتي اللاعبين أو كواليتي المدينين الفنيين لاتحاد سندوليست سمار الإماراتي بي أش جي سندوليست سمار القطري وغيرها وغيرها والسعودي طبعا في نيو كاسل في انتظار النتيجة عندنا ريد بيرد مثلا دخل في ليفر بول دخلت السندي في الميلا فالحاجات دي طبعا بتعمل نقلة نوعية لكن ما تيجي تكلم على مصر لها قصة مختلفة وعلى الرغم من الكلام اللي أنا قلته مشوية ده ما ينفيش أن النادي الأهلي هو أكبر كيان اقتصادي رياضي في مصر بالأرقام مش بالأرقاب ده دي حاجة ما لهاش علاقة بالأرقاب و benutهاش علاقة بالتاريخ و ما لهاش علاقة بالنجاحات على مستوى الرياضي لكن ليه علاقة بالبيزنس ليه علاقة بالأرقام له علاقة بتدفقات المالية يعني أنا بكلمك على نادي هو الأكبر من حيث حقوق الرعاية هو الأكبر من حيث المكافئات اللي بتنتج عن فوزه أو تتويجه ببطلات رياضية إفريقية أو قرية وعالمية ومصرية هو النادي الأنجح من حيث وهنا الصفقات مهمة جدا على الجمهور الأهلي شانا بأخذ عليكم الجزئة دي لما تيجي تتكلم على صفقات النادي الأهلي وتقول جبنا دا وماشيناه وجبنا دا وماشيناه ما بتتحسبش كده المركات وعوصول الانتقالات ما بيتحسبش كده يتحسب ككل كباكج انت عندك بجت أنفقتها قد إيه على الصفقات وبجت قد إيه جات لك من صفقات انت بعتها لما تطلع معاك بالبوزيتف يبقى ما فيش مشكلة خالص انك تخسر في صفقة أو اتنين مدام في النهاية المحصلة إيجابية ومدام في النهاية حجم انفاقك يوزي عائدات أكبر منه يبقى هنا ما فيش مشكلة عشان بس ما فيش ناس تجرجركم للحتة دي طيب قبل ما نستقبل كابتن محمد حشيش ونحاول كده نحضر حاجة ليه علاقة بالاتحاد المنستيري خلينا هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل في السادسة انتهت أولى التجارب قالوا الدية للنادي الأهلي بمباراة الحقيقة في منتهى القوة يمكن النتيجة تحسسك ان المباراة كانت سهلة على النادي الأهلي انتهت المباراة طبعا نتيجة 5 أو 1 فوز عريض لكن الحقيقة مباراة كانت في منتهى القوة بيترو جات مخانش خصم هاين على إطلاق بالعكس لعب مباراة كويسة جدا والجميل حقيقة مش بس فلسكول الجميل كمان انه يعني الخمس تجوال سجلهم خمس لعيبة مختلفين حسام حسن افتتح التسجيل بعد كده رامي ربيعة بعد كده أحمد عبدالقادر وبعد كده عمر السلية وختمها شادي حسين في ديئة 80 بالهدف الخامس لنادي الأهلي والمباراة شيء أو 90 دقيقة في مواجهة فريق منافس ليك شيء غير تماما طبعا التدريبات فبتهالي تجربة أكيد هتكون مفيدة على كل المستويات لمستر مارسيل كولر في بداية فترة التحضير رغم انه خلينا نتفق انه يمكن في المباراة دي في سكواد كامل مش موجود مع النادي الأهلي سواء اللعيبة الدولية المنضمة للمنتخب أو اللعيبة اللي لسه فيه مراحل التأهيل أو اللعيبة اللي فضل الجهاز الفني انه هو يديهم فترة راحة فاعتقد انها كانت تجربة مفيدة بكل المقاييس نتكلم عنها اكتر ونتكلم على مشوار تحضير والسعداد الأهلي اللي مواجهة اتحاد المنستيري مع واحد من نجوم النادي الأهلي وضفنا النهاردة ونجمينا فيه السادسة كابتن محمد حشيش مسأخيري كابتن محمد نور الدنيا ربنا خليك اعتقد الى حد ما تجربة وان كانت المباراة بتزعيتش لكن اعتقد انها يعني تجربة مفيدة بكل المقاييس وخصوصا مع فوز عريض بيحققوا الاهلي في اول مباراة لي تحت قيادة حتى وان كانت وداية تحت قيادة مرسيل كولر ناخد من الكلمة الأخيرة طبعا المكسب المكسب بفتح حاجات كتيرة بيدي تفاؤل بالمرحلة اللي جاية بداية كويسة برضو بمكسب مع اول مباراة ودية هيا ان كان المنافس انت ممكن تلعب فيها ضعيفة جدا جدا وما تقدرش تحرز فيها اهداف انما كمان زي ما انت بتقول وسمعنا ان الاهداف جابها اكتر من لعيب كان مهم ان هو يهدف ثلاث خطوط مسجلين خط النص وخط الهجوم والاحسن من كده ان طبعا الراجل بيشوف اللعيبة لأول مرة في ماتش ودي غير التأسيمات غير التدريب غير حاجات كتيرة غير الفيديوهات طبعا اللي اكيد يتفرج عليها انما بيشوف على الطبيعة فرصة كويسة الماتشات ان شاء الله بداية من الماتش بيتروجيت وبعد كده فيه اسوان وبعدين طلع الجيش ثلاث مباراة قبل طبعا دول 32 الافريقي دي يقدر يحط طبعا نقيده على اللعيبة او الطريقة اللي عايز يبتدي بيها او يلعب بيها والاشخاص او اللعيبة اللي هي تناسب هذه الطريقة يعني شايف البدايات بتاعت مارسيل كولور ازاي يعني فكرة انه الراجل مش واحد يعني اول حاجة واحد انه بيشتغل بشكل علمي قوي يعني ودي يمكن حاجة بتميز الالمين مش بس السوريسلين بكلف الكورة اتنين الراجل بي كمان بيطبق نظام احترافي زي اللي بيحصل في اوروبا ثلاثة انه مركز قوي في التفاصيل يعني بيكلم في كل تفصيلة بيكلم مع كل اللاعب لوحده الاراية دي او او رايتك لامكانياته او لفكره او لعقلياته شايفها ازاي كابتن حشيشي؟ طبعا واضح انه الراجل عنده خبرات بداية طبعا من احنا اول ما جاء طبعا شوفنا السيفي بتاع وسمعنا عن السيفي طبعا راجل عنده سيفي كويسة جاي من حتة فيها كورة طبعا او مدارس كروية متميزة ما ابتدى بصراحة اول قرار كمان خده انه هو يعني بعد ما تلغى المعسكر اللي هو كان خارجي ابتدى يعمل اليوم الكامل من الصبح بالليل اليوم كامل في النادي صبح وبعض دور تدريب شبه معسكر ده ادت له فرصة اكتر ان يشوف اللعيبة اللعيبة ويتعرف عليهم في اطول وقت ممكن سواء الصبح او بعض الظهر ادته فترة كبيرة من الوقت ان هو يقدر يشوف اللعيبة زي ما انت بتقول هو بيهتم بالتفاصيل وكورة الوقت بقت طبعا علم وعلم كبير ما بقاش زي الاول بس مدرب يعني انت لو تشوف الكلام ده من زمان قوي موضوع التدريب كان فيه ناس بتسخن وتعمل تأسيمات والجري وحوالين الملعب لفترات كبيرة عشرين لفة واثنين وعشرين لفة انا حضرت الكلام ده الكلام ده كله بدلوقتي بقى غلط ان كل او لما تحب تزود لاقة البدنية او تعمل فترة اعداد لازم تحط الكرة في جملة مفيدة في اي حاجة بتعملها لازم الكرة تبقى لازقة في الرجل اللعيبة يعني ففيه حاجات كتير زمان انت عارف كنا بنعمل حاجة اسمها مدرجات نطلع مدرجات اللعيبة تطلع مدرجات اه ده احد عناصر التدريب انك تطلع المدرجات عشان تعمل تقويات للعضلات الامامية والخلفية وسمانة طلع بعد كده ان الكلام ده غلط الكلام ده بيبوز الركب ويجيب خشونة ويجيب حاجات كتيرة الكروس كنتري اللي كان بتتعمل بنجري في الشارع حوالي النادي الاهلي والنادي الجزيرة والليف الكلام ده كله طبعا غلط لان الاسفلت صعبة على الرجلين فالدنيا اتطورت يعني كتير جدا جدا وبقت لا فتنظري كمان في الجزئة دي الراجل طالب اجهزة معينة تبقى جزء من منظومة التدريب في النادي الاهلي بس هتسمحي قبل ما نكمل كلامنا في ده معنا واحد من نجوم الكرة التونسية بمناسبة اللقاء المصري التونسي طبعا اللي هيجمع على الاهلي بالتحدي المنسيلي نجم الكرة التونسية خالي بدرة معنا على التليفون سأخير كابتن خالد سأخير خيار أحمد ومرحبا بخير كريم ومرحبا بشتاب المصري اهلا بك تعودنا دايما على دربيات افريقية مصرية تونسية لكن يمكن الملفت المرادي انه يعني المواجهة تكون بين الاهلي وبين اتحدي المنسيلي وبالنسبة لنا في مصر تعودنا دايما نحن نواجه الترجي طبعا الغريم التقليدي لنا في الكرة التونسية نجم السحلي كان لديه معنا خزم المواجهات الصفاقسي يعني كبار الكرة التونسية لكن مفاجأة كانت بالنسبة لنا انه اتحدي المنسيلي يمثل تونس في البطولة الأفريقية من وجهة نظرك سبب نجاحه في ده وسبب دخوله في منافسة مع الكبار في الكرة التونسية في نسخة الدولي الأخير نحن نتكلم بصراحة اليوم وقوله اليودي الآلي فريق الكبير بيمن يقع كبير والفريق الآلي مرض وما ما يموت بيمن الكبير يودي الكبير اليودي الآلي اليوم يمرت فترة التقلية صغيرة ان شاءنا ما يصول كثير كثير في مخص الاتحاد الرياض المنسيلي فريق قاد يتطور الأداء في النوات الأخيرة بفقم مادة تونس يصل لترتيب الثاني في الدورة التونسية اليوم الاتحاد المنسيلي قاد يقدر في المستويات الضيط على جميع المستويات وعندوا طريق متنازق متجانس نائبين مع بعض في النوات الأخيرة بعد انتظام في استقرار في المردود استقرار في الإدارة استقرار الإجمال مع تطريق قاد يقدر في المستوى عالي وعندوا نائبين ملتازين قادر الاتحاد المنسيلي قادم رواندي في رواندا رجع عن تونس 17 سنة ثلاثة نقلل على قوة شخصية البعيدة الموجودة عنده وان شاءنا نشوفه مباراة هل كابتن خالد نعتبر اتحاد المنسيلي من الفرق الشعبية أنا يعرف طبعا الترجي الصفاقس الأفريقي النجد كلها فرق شعبية وكلها فرق جماهيرية ودايما أي فرق بتلعب معهم على أرضهم بتبقى شيء لهم الملعب والجمهور لكن ايه القصة بالنسبة للاتحاد المنسيلي هل لي قاعدة جماهيرية ازاي بتشوفوا التحضير للمباراة حضور الجماهير فيها صح هو الاتحاد المنسيلي مدينة المنسيلي جنب سوسا عندها قاعدة جماهيرية كبيرة عندهم جمهور غالي وكبير ومشان التحضير وحتى في الانتقالات المنسيلي مدينة المنسيلي دائما عنده قاعدة جماهيرية تنتقل معها كبيرة وهذا يدلل على الشغل الذي اشتغلوا الاتحاد المنسيلي في انتفلتها مواسم الأخيرة كون قاعدة جماهيرية كبيرة في المنسيلي كل يوم كبير فريق عنده شعبية والتولاعب كورا ممتاز صاعد يلعك كورا ممتاز مستدر ويتصل على الفارسة الكبيرة مثلا الفارسة مثلا الفارسة مثلا كذلك صفح التونسي يبقى لديه فريق عنده لعبة دولية كتن خالد؟ هل هناك صفوف في الحارس المرمى؟ الحارس المرمى هو في المنتخب وبقية لعائبين محترفين عندهم لاعب يرعب في منتخب موريثان لاعب ممتنج ودفع كذلك عندهم خط الهجوم خروج العدل براحل مجد أعلي السعودي عنده وسط ميدان في المتناسك وخط الهجوم وهذا يدل نتيج الهديات التي قابلنا حتى في السنة نقبل كثير الهديات بحيث أنه تم خط الهجوم وعنده بانتظام بعد قديم السنجل ويجنع بانتظام فريق عنده ندي الأهلي اشتراك من الاتحاد الناسكيلي وانا فمش استثار وانا قلت من أول قلت أن ندي الأهلي هو بريد أما الفريق كبير دايما ترجع في أسرع وقت وصعب الوحد بانتظام وكالولد الأهلي ولكل أكبر من كل ما طريق عطيد كبير طريق صاحب التكنيجية التاريخية ودائما يقعد في ندي الأهلي ومن ندي الأهلي يمرد فترة صعبة ان شاء الله يترك الموقف أسرع وقت وعده بعض جمالية كبير ان شاء الله في أسرع وقت يرجع من نشاطه ان شاء الله الموسم السويسري مارسل كولر. إدارة التحاد المنستيري تعقدت مع داركو نوبيتش. كان المدير الفني السابق لوفاق الصيف الجزائري. وإحنا قابلناه في مشوارنا في بطولة دوري الأبطال في النسخة الأخيرة. هل لعب التحاد المنستيري تحت قيادة أو خض أي مواجهات تحت قيادة المدير الفني الجديد؟ لا بالوضور الأخيرة والمزارتين الأخيرين. لعظم المدرب أظهر مستوى المدرب والرسم التكتير في الملعب يدل على ثم تجانس الدين والدين الداعيبين. هذا شيء يفرح كالانتحاد الداعيبين. في أسرع وقت المدرب يندمج في أسرع وقت مع الداعيبين. ويكون أكثر شيء القليل بالداعيبين والإنكتار الفني. هذا يظل النجاح في أول مبارتين كانت ممتازة. وأنا سمعته مرة الأخيرة وهو الطالب الذي يكون أول مبارة يكون في تونس يلعب في تونس يلعب في مصر. في القاهرة إن شاء الله. هذا الذي سمعته على المدرب. مظبوط تمام تمام إن شاء الله. طب يعني إحنا في ضيافتنا النهاردة في السادسة واحد من نجوم النادي الأهلي كابتن محمد حشيش. هيكون معك كابتن خالد. يا كابتن خالد إزايك؟ أمام بيك أمام بيك أخبارك والله الحمد لله إحنا إحنا عدنا مع بعض في القاهرة من سنين. أمام بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك الدفعة طبعا بتاع جمال الإمام وعبد الحميد الهرجال والمهزبي واللعبة دي. لا ده الأهلي مع فرق تونس يعني تاريخ طويل أوقع كابتن فالي أجيال وراء أجيال يعني واحد من كلاسيكيات المواجهات الأفريقية مصر وتونس على مستوى العندية طبعا وعلى مستوى المنتخبات والأهلي استنادي فيه بصمة تونسية أعتقد ياسين ميكاري محلل أداء النادي الأهلي طبعا أمعرفش لعب في تونس ولا لأ طبعا لكن هو كان بيلعب في سويسرا لكن طبعا الجنسية ياسين ميكاري لعب في الأفريقي لعب في الأفريقي في لحد ما عندنا واحد من المفاتيح برضو كابتن خالد لو تحب توصل لرسالة أو توجه له هذه الرسالة كابتن خالد طبعا يشرفنا تكون من خلالنا ياسين ميكاري قوله رسالة باريك خالد ودهو لدينا التوفيق وإن شاء الله ربنا يوافقه إن شاء الله مع الأهلي مع جهاز الفني الميستر مارسيل كولر هو محل أداء في الجهاز الفني سؤالي الأخير كابتن خالد قبل أن ننهي المكالمة معك وسأل الإعلام هل بدأت تتكلم على الموجهة المنتظرة وخصوصا أنها تبقى بداية مشوار الأهلي في بطول الدوري الأبطر مزهور طبعا التحدي في دول 64 وخصوصا أنها تتكلم على الأهلي وخصوصا أنها تتكلم على الأهلي فريق كبير فريق عظيم فريق صاحب التسجات كبيرة صاحب الصعب الجمارية كبيرة كل الصحاب يتكلم وكل إذا عادت سيتكلم على المقابل الهامر لأتحاج ريال المراسيق وأول مرة أكيد طبعا وإن شاء الله يكون كل المقابلة كما قلت بصمت لفريقين الأثنين وإن شاء الله يمكن أن يكون كل الشكر نجم الكرة التونسية طبعا كابتن خالد بدرة على مشاركتك معنا في السادسة ونتمنى حقيقة نشوف لقاء قوي صحيح في الدور الـ 32 لكنه الحقيقة مدرسة الكرة المصرية والتونسية دايما عاودونا الحقيقة على مستوى كرة على أعلى مستوى لما نتكلم على المواجهات الأفريقية طيب بمناسبة مدخلة كابتن خالد بدرة كابتن حشيش أنا عرف أنه ناس كتير يمكن ما تبعتش تعال نشوف ونوري للي ما شافش مواجهة الاتحاد المنستيلي مع الجيش الرواندي في مباراة العودة في الدور الـ 32 والتي تأهل منها الاتحاد المنستيلي لمواجهة النادي الأهلي نشوف مع بعض الأهداف طبعا كان الاتحاد بيخد المواجهة دي وهو خسران خارج أرضه ملعب الجيش الرواندي بنتيجة 1-0 وكان محتاج يفوز بأكتر من هدف عشان يضمن التأهل وقد كانت وقدر يكسب بنتيجة 3 مقابل لشيء نشوف الأهداف مع حضراتكم ومع كابتن حشيش ونرجع نتكلم على المؤكد طبعا إحنا معظم تدريباتنا في فترة صباحية وسنعندي معلومات تانية قولي يا كابتن حشيش يعني نعرف أن الملعب ده فيه أضواء وأضواء كويسة بس هم كانوا لست بيفكروا يلعبوا الظهر مع النادي الأهلي ولا يلعبوا بالليل فهما استغلوا حتة برضو للأهلي لو تفتكر برضو بعض الدول الأفريقية كانت دايما بتعاند وتلعب الأهلي دايما في التوقيت في التوقيت ده يعني تعالينا بنتدرب لهم صبح وليل بس كده فهمش عايزين حسابنا يعني جاهزين صبح وليل طيب نرجع لمارسل كولر مرة تانية وكنا بنتكلم على المطلوب منه أو المطلوب تحقيقه من وجهة نظره هو في بداية مشواره من خلال التلات مباريات الودي يعني يعني هو بالتأكيد حطت مجموعة من الأهداف قبل ما نروح طبعا لأول ظهور رسمي أو أول مواجهة رسمية في الدولة الأبطال فالنهاردة أعتقد أنه الفوز العريض إلى حد كبير جدا مرضي بالنسباله مرضي للعبين دفع مع نوية بالذات للناس اللي بتشارك لأول مرة لكن إجمالا فترة الإعداد بيبقى إيه المستهدف منها كابتن حشيش أولا المستهدف منها هو الوصول بالليقة البدنية أو بالأحمال لدرجة كبيرة تقدر تخلي اللعبة قادرة على أداء 90 دقيقة بشكل كويس طبعا المستوى الفني في البداية مهما تدربت صبح وبعد الظهر ومهما لعبت مباريات فالمستوى الفني بيجي بالمبارات الرسمية يعني بعد يمكن أكتر مثلا من 4-5 مبارات تقدر تحكم بقى على المستوى الفني في الملعب مستوى الفني بتاع اللعيبة وبصمة كولر اللي هو يعني أكيد فيه طريقة معينة وتحركات معينة وحاجات معينة بيديها للعيبة فمش هتقدر من أول مباراة أو أول مباراة بالذات الرسمية تقدر أنه برضو مهما كان الرسمي غير الودي وإحنا ظروفنا أنه نحن هنبدأ الرسمي في إفريقيا ومع فرقة برضو زي بقولك يعني مش مغمورة فرقة صحيح ملهاش يعني باع في البطولات الإفريقية بس جاية من دور كبير بسيزن اللي فات أرقامها مع كبار في تونس كبيرة جدا ومعها مدرب برضو كويس فهم مهتمين وعايزين يبتدوا يعملوا حاجة من أول طبعا دور يهمهم طبعا أنهما ما يطلعوش من أول من أول دور ففي صعوبات هتقابل طبعا النادي الأهلي في المقابل بقى احنا عايزين نقول للجمهور ما ينفعش من أول مباراة للنادي الأهلي يبقى فيه أداء وفيه مكسب كذا وفيه أرقام وفيه حاجات من دي احنا عايزين نبتدي مع الراجل واحدة وحدة نبتدي بس يعني هو أكيد هيفكر في المباراة الأولانية أول مباراة له مع النادي الأهلي وبرى أرضه كده ويقدر من خلال المباراة المتعاقبة دي أن يحط إيده على أهم العناصر أو العناصر اللي هتحقق له الفكر اللي هو عايزه وأعتقد أن الراجل ده مش هيغلط غلطات الناس السابقة أنه هو يعتمد على 14-15-1 ويحصل زي ما حصل قبل كده أعتقد ده هو يعني ده يخدنا للكلام على سكواد الأهلي ونكلم كمان على الانتقالات من وجه نظرك بس هتسمح لنا هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجميلنا النهاردة كابتل محمد حشيش يمكن أكتر حاجة يعني طبعا خلينا نبقى متفقين أنه إحنا محتاجين أو مستنين ومتشوائين نشوف الأهلي بشكله الجديد تحت قيادة مارسيل كولور لكي بتقالي كمان جزء كبير إن لم يكن الأغلبية يعني من جمهنا دي محتاجة تشوف صفقات الأهلي في المعالم محتاجة تفرج على برونو سافي ومحتاجة تشوف رهانها على شادي حسين وهو رهان كبير ومحتاج تشوف مهيبة زي مصطفى ميسي ممكن يكونوا أضافة زي الاسكواد النادي الأهلي في الموسم الجديد رأيك في الصفقات توقيت الدفع بيها توظفها والمراكز هنتكلم على فرقة فيها حاجات كتير قوي جديدة وفيها كوليكشن بقاله فترة ما منسجمش مع بعضه صح ومع جهاز فني جاي ليه فكر جديد اللعيبة لسه بتتعرف عليه هو لسه بيتعرف على اللعيبة حتة الانسجام دي برضو ممكن تبقى شوية محتاجة وقت هي طبعا مهمة صعبة بالنسبة المدرب لأن زي احنا ممكن بتكلم في الفصل لعيبة كتير وصلنا الحمد لله ان احنا دلوقتي يعني كل مركز فيه اتنين وثلاثة على مستوى كبير عدناهم مع بعض يعني زي ما انت عدت يا احمد فرقتين وثلاثة في النادي الاهل ودي حاجة كويسة فازاي ان انت تختار من الكم الكبير هو الحاجة اللي هتنفع كولر في الحتة دي بالتحديد ان هو ما كانش مع الناس من السنة اللي فاتت وكان فيه ناس بتلعب معينة وهيجي السنة دي بقى يغيروا الصفقات الجديدة هو قدامه انا اعتقد اللعيبة سواسية سواء السغيرين سواء اللي كانوا بلعبوا سواء التدعمات الجديدة كلهم بالنسبة له سواسية اللي هيفصل في الموضوع هو مدى يعني مستوى اللعيب بقى دلوقتي واندماجه مع الفرقة واقتناع الراجل نفسه به يعني يعني ما هو عنده مثلا مدير فني جديد يعني انتوا لما كنتوا في الفرقة وييجي مثلا تتغير إدارة الفني مدير فني حفظ اللعيبة وعارف صم ده ايه اللي لي و ايه اللي عليه ده يعرف يوظفوا فين ما يوظفوش فين ويجي مدير فني من بره جديد بذات لو أجنبي مش مصري مصري ممكن يبقى برضو شايف وعارف لكن لو جاي مدير فني يجي ياخد وقت قدي عشان يمسك تفاصيل الفرقة عشان يعرف حشيش كويس في ايه واشتغل معه ايه ممكن في ساعات بتحصل يعني مثلا كيروش لما جاي لأنا موظف اللعيبة في غير مكان صحيح كان بيعك صحيح حاجات ما ما تحصلش بس حاجات تانية نقل مسلماني مثلا لما وظف أكرم في حتة الباكي اليمين أكرم بقى نمر واحد فبتبقى كلها وجهات نظر مدير فني ياخد وقت قدي عشان يعرف إمكانيات القمشة اللي موجودة تحت لا هو عايز طبعا وقت يعني يعني لازم يلعب كم من المتشاط لأن برضو زي ما بقولك التأسيمات ما بتديش للرجل اللي هو عايزه لأن اللعيب في التأسيمة ما عليهوش ضغط عصبي ما فيش جمهور ما فيش ناس بتفرغ عليه في الشاشات الكلام ده كله ما فيش يعني مش هيتحاسب على الأخطاء قوي إنما إنما المتشاط قصة تانية قصة تانية وخصوها المتشاط الرسمية وحاكم موجود وحاجة رسمي والقطق الباصة بيتحاسب عليها والضغط العصبي وطبعا زي ما احنا بنقول تشيرت النادي الأهلي ده طبعا يعني حاجة كبيرة جدا جدا أنا شايف إن الميزة في الفترة بتاعت كولر دي إن الناس جاية من يعني خسارة الدوري فمش جاية من انتصارات بقى وكل واحد مريح لا كل واحد في اللعيبة أعتقد الفترة دي لا عايز يرجع حساباته تاني وشاف كمان من خلال إدارة النادي الأهلي إن ما فيش كبير وصغير الكويس هيقعد واللي مش كويس سيطلع عارة أو حيمشي فحيبتدي كل واحد يفكر يبتدي يحس ودي إن كنا مفتقدنا السنة اللي فاتت شوية إن اللعيبة كان بتنزل ملعب ما بتتمسكش بالفرصة كنت حس إن في بعض اللعيبة بدون ذكر أسماء أخدت فرصة واثنين وثلاثة وتحس إنها مش مرضو ما يعني لا ده أنت بتلعب في النادي الأهلي أنت مش محتاج تاخد تلاتة أربع فرص ده هي فرصة واحدة في ظل اللعيبة كتيرة دي وفي ظل اللعيبة اللي في كل مركز تلاتة أربع لا ده هي فرصة فأعتقد إن كل كل اللعيبة عاملة حساباتها بتتمرن كويس قوي من خلال التدريب شايفين إن فيه جدية كبيرة وتركيز كل واحد إزاي هيحط نفسه في وسط الحداشر الأساسين أو على على الدكة وخصوصا مع مدرب جديد مدرب جديد الأجانب ما بيقدوش بالأسر أنا كنت بقى لعب يعني هحكي لك كده حاجة صغيرة بالنسبة للمدرب مصري مش أقول اسمه جلنا في النادي الأهلي مرة وجيه برضو لم تقولش اسمه كابتن حشيش هقولك بعد ما أقولك الواقع يعني وطلع حظنا إن هو يعني صحيح مصري ومتابع اللعبة وكل حاجة بس ما كانش يمسك الفرقة فكنا جاينا فترة إعداد في الأردن وكان فيه ثلاث مطشقات ودية فاجتمع بينا في البداية قبل ما نسافر على طول يا جماعة أنا لسه جاي وصحي أنا عارفكو كلكم بس ما عرفش ميني اللي كان مفنش الدوري السنة اللي فاتت ولسه أنا ما اخترتش فأنا هلعب باللي فنش والسنة اللي فاتت ده فكر واخد بالك ما اعتقدش الأجانب فيهم الفكر ده وعتقدش يعني دي في حد ذاتها فرصة لعيبك طبعا فرصة كبيرة للعيبة مش هيقول بقى لا خلاص والناس وبتاعه على بال ما حط رجلي بقى لازم يعني أنت فاهم بسي يعني نحن النهاردة نتكلم على 30 فرصة متساوية هلاقش علاقة أنت عملت إيه سيزن اللي فاتت ملاقش علاقة تأمكانياتك إيه أنت ممكن تلاقي إزاي تخنع الراجل أنه أنا موجود في الملع فممكن تلاقي قوي مع بداية أول موتش أنك الناس تحس أن التشكيل بتاع النادي الأهداء كله متغير يعني تفاهم ده سيناريو وارد ده سيناريو وارد وممكن يكون برضو هو عنده فكرة حيوظف ناس في حتة تانية مشهدناش فيها هو مشكلته الحقيقية يعني أنا بشوف التحدي الحقيقي أو الصداع الحقيقي في رأس كولير النهاردة أنه أول ظهور رسمي لي في تونس بره ملعب في دوري أبطال في أهم بطولة الجمهور مستنيها السنة ده أنا عايز أقول لك حاجة يعني هو لو بيفكر يلعب بطريقة معينة واخدالك إزاي أكيد الفكر هيختلف لأن المطش ده اللي هو معطيات تانية ده في إفريقيا وبره وزي ما قلنا وأول مطش رسمي في الموسم وأول مطش رسمي في الموسم أول نظرة بالنسبة للناس والنظرة الأولى زي ما قوله بطبقى يعني وفي نفس الوقت أنت بتلعب في دور رايح جاي مش مثلا دوري مجموعات أو حاجة زي كده فكل دي لها حسابات عنده غير بطولة مثلا الدور اللي هيبتدي أخذها في أول الزوال الأولى من شهر الجاي انت فاهم ازاي يعني لها حسابات كتيرة كتيرة عنده صفقات جديدة برضو في مدربين برضو خلي بالك بتبقى حاسة أنها لازم ألعب الصفقات اللي نادي شريها وأنا جاب صفقات ودفع فيها كذا كذا عشان ما تلعبش تتوقع أنه يبقى في رهان على الصفقات الأهلي في طلعت المشوار كده على طول ولا يبقى فيه خوف عليهم يعني مع الراجل بالظروف اللي احنا قلناها ممكن تتفاجئ أو مش تتفاجئ ممكن هو بالنسبة له طبيعي قوي أنه الناس جديدة تلعب من أول من الأول واخد بالك ازاي عشان كده التلات ماتشات اللي جاية دي الماتشات اللي قدير تلعب منهم ماتش النهاردة حيبقى فرقة ممتاز به وفرقة لسه وافد من الممتاز به وفرقة لها باع ووصلة للمربع الزهبي يطرعي الجيش تدريج ودي حاجة الحقيقة كويسة يعني ودي تديني أريحية أن الراجل برضو حياخد يعني إلى حد ما لأنه برضو خلي بالك أحمد المدربين الكبار اللي عندهم سيفي كبير زي الراجل ده وعندهم خبرات برضو هو مش زي مدرب لسه مبتدئ لسه عايز يشوف اللعيبة فترات كبيرة لسه عشان يحكم لأ ده احنا اللي مش مدربين بنحكم على اللعيب من أول مرة فهو ببالك معه تدريب الصباح وتدريب بعض الظهر والموتشات دي لازم هياخد فكرة كاملة كويسة عنه وأعتقد أن الأجانب عندهم من الجرأة أنه في دماغه بغض النظر العيب ده لسه جديد في الأهلي لأن نستنى شوية ده كان أساسي ده كان احتياطي لما لما بلجأ عموما لفكرة أي نادي وليس بس الأهلي أو حتى المنتخدم لما بلجأ لفكرة الموديل الفني الأجنبي ده معنا أنه أنا بدور على حاجة ملقيته هنا ليس موجودة هنا أكيد وأنا أشوف أنه لو بصنا على مشوار الأهلي مع الموديل الفني أجنبي في مديرين فنيين كتير ما كانوش معروفين ملاحش علاقة بالسيفي وملاحش علاقة بمشوار قبل ميجي مصر في مديرين فنيين جم عملوا بصمة وعملوا نقلة لطريقة الكورة في مصر ومشي وراهم بعد كده مديرين فنيين كتير وفي مديرين فنيين جم ممكن بقى في الوقت بقى سيفيهات محترمة جدا وما كانش في بصمة والنادي الأهلي جرب بالضبط برضو بعض الناس اللي مستني إنت يعني لو احنا قلنا أنه مرسل كولر عنده من الإمكانيات أنه يعمل النقلة للنادي اللي أنت مستنيها كمتابع أو بعد اللي شوف ناس هل شكل الكرة والأداء بتاع النادي الأهلي كفريق يعني إيه اللي مطلوب من المطلوب أن أنا أشوف فريق النادي الأهلي زي ما تعودنا عليه أنه فريق تقيل إنما أنا وأنا جاي مستني المطش بتاع النادي الأهلي الساعة تسعة مثلا بالليل قاعد وعايز أتفرج على فرقة تقيلة لها شخصية شخصية خدرات اللعيب يعني أنا أشوف مثلا محمد شريف في سوب جديد في شكل جديد أطلع كل إمكانيات اللي هي مش موجودة أقول لي أنا ربط ده مثلا محمد شريف ده حمدي فتحي اللي كان مدافع وبيوصل نصف الملعب ويعني فين وفين عشان يجوت لا بيبقى بوصل ان هو يبقى هداف بشوف الديفندرات بتاعتي مش ديفندرات زي زمان وقفة لغاية نصف الملعب بتغطي بس على الديفنس بتاعها وعلى نصف الملعب لا بشوف ديفندرات واحد بيتقدم واحد بيستنى والتاني بيتقدم واحد بيستنى الاتنين هدفين مدافعين هدفين بشوف زي زمان فترات النادي الأهل الكبيرة أطراف النادي الأهل اللي كانت أقوى حاجة بالنسبة لنادي الأهل يتمتع بيها وتميز بيها هو الأطراف النادي الأهل أشوفها أشوف الهدفين بتوع النادي الأهل رأسات الحربة أشوف طرق لعبة مختلفة النادي الأهلي أشوف مفيش طريقة واحدة مفيش بهاجم من اللجناب بس من نص لا ده أنا بشوف حاجات كثيرة بشوف استغلال كامل وأكتر حاجة بيقول لك المدرب كمان أو المدير الفني في حاجات معاينة كده مثلا زي كور السابتة سواء من الكورنر أو الفولات من بره أشوف حاجات بتتعامل أشوف بصمة وشخصية الراجل على لعبة النادي الأهلي وارتفاع قدرات أو مستويات اللعبة سألك السؤال اللي لي علاقة بالكلام اللي أنت قلت معظم يعني أنا ما جيت مبارح في بداية الحلقة كلمت على أنه الأهلي عنده ثلاث فرق ثلاث فرق والثلاث فرق تقدر تقول أنه ممكن ينفسه على أي بطولة بنلعبها تمام ده زي ما هو حاجة إجابية للجهاز الفني أو لمدير الفني فكرة أريحية الاختيار فكرة أنه الفريق اللي بينافس سول الوقت عنده مطبط هيقابلها لعيبة هتقع لعيبة هتقع عندها إيقاف لقدر يعني الظروف سألك يبديل على نفس المستوى السؤال هنا معنا في مدير فني تاني عشان في وقت من الأوقات بنلوم التوجه ده لما بيلاقي عنده سكواد في 15-16 لعيب بيقدموا اللي أنت بتقول عليه ده كابتن حشيش يحتفظ به يقول لك طب ما أنا أخذ المغامرة ليه يعني يعني ما هدول بيحقق بينكسب وبنوصل للأهداف اللي إحنا عايزين نوصل لها وتبدي تهم جدا أنا لغة أخذ الرزق أو أخذ المخاطرة وغير في ده هي دي غلطة مسلمان إنه ابتدى بمجموعة باللعيبة فضل مسك فيهم عشان كده اللعيبة اللي قاعد برا اللي بعد قوي واللي نفسيته ضاعت واللي فقد السقة وشفنا أمثالها كتير ولما تصاب بعض اللعيبة الأساسية أو أجهد من خلال ضغط المباريات ما لقاش حد يسعفه واخد لك لدرجة أننا جئنا في الآخر خدنا قرار نلعب بالأشبال وبالناشئين فتفوق المدرر أو تميزه إنه لازم أقدر أنا ألاعب يعني أكبر الدائرة شوية بدل ما هم 14 لا 18 و20 و22 و25 لعيب بس اللي هيساعدوا على كده ما هو لازم أنا أقدم كرة كويسة وبمكسب عشان أقدر كمان أدفع بالناس اللي ما بتلعبش ودي فرص وهنا لو كسبان ومرتاح وماشي أول وماشي كويس ده بيساعد المدرب إنه هو يقدر يغير في التشكيل ما أقدرش إن أنا أغير في التشكيل نتيجة الإصابة أو النتيجة لأن مثلا خسرت مطش فإن أنا خايف أنت فاهم إزاي لازم أدي فرص بس وانا بلعب كرة كويسة وكل اللعبة موجودة في الملعب الأهلي مليان نجوم كتير يكون السكوات الأهلي الحقيقة نجوم على أعلى مستوى لكن كابتن حشيش يراهن على مين أو شايف مين ممكن يكون مفاجئة الموسم اللي جاي طبعا الرجل البرازيلي ده أنا يعني لسه ما شفناهوش وأنا لسه كنت بقولك في الفصل إن أهم حاجة كيميا لأن فيه لعيبة كويسة قوي بتيجي بس الكيميا مش جاية مع الفريق والشكل والوضع أو كده أتمنى الكيميا تمشي معاه ممكن يبقى مفاجئة أو يعمل الفارق وإحنا كنا محتاجين خلال حقيقة يعني الفترة اللي فاتت إن تكون فيه لعيبة أصحاب مهارات أي وحصحاب خدرات إنها تعمل الفارق مع النادي الأهلي وخصوصا هنقول الكلام اللي هو بنقوله قبل كده أحمد النادي الأهلي دايما بيلعب مع فرق أي كان الفريق اللي قدامه فرق دفاعية بتلعب بطرق دفاعية فالطرق الدفاعية والخطوط القريبة من بعضها دي بتحتاج ناس عندها حلول وقدر إنها تعمل في 30 ثانية كنت نحشيش وقتنا خلص والأهلي محتاج صفقة تانية تجيبها في أي مركز وتعملها دلوقتي ولا تستنى المركات والشتوي من انتقالات يناير أجيب الأجنب الأخير على مستوى عالي جدا سوبر راس حربة راس حربة وتعملها دلوقتي ولا تستنى تعملها دلوقتي تعملها دلوقتي نورة الدنيا كابتا حشيش كل التوفيق خريقنا إن شاء الله وإحنا نبتدي موسم وأكيد هنتقابل كتير إن شاء الله مناسبات سعيدة وصارة زي ما الأهلي عودنا دايما إن شاء الله بإذن الله وكل التوفيق طبعا على مدار الأيام جاية هنفرض مساحة أكبر للتحدي من السيري هقربوا منكم سنة بسنة ونتعرف على الفريق عشان يكون عندنا فكرة بشكل كامل قبل مواجهة يوم 8 أكتوبر إن شاء الله بشكر حضراتكم على المتابعة وعلى كل خير دايما نتقابل في السادسة دايما برضو على شاشة الأيام